هذا البرنامج برعاية ولا حدا عزيزي سبونسور توصل معنا من خلال الإيميل info at حسان الشيخ dot com start recording ladies and gentlemen boys and girls نقدم لكم the one and only نسيم رمضان الكائن الحي اللي كان على قائمة الأشخاص اللي كان بدي هيك كنت متلاهف جدا انه يطلعوا معي او يشرفوني بالظهور معي بحسان لانه عن جد انت واحد من الأشخاص ما وعرف زالت لك ياه بالزمنات ولكن انت واحد من الأشخاص اللي لك دور كبير جدا 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 في مسيرة ميكروفوني وانا شاكر لك ومدين لك ما حييت يعني انت لا ابدا اذا انت ما بتستاهل انك تنجح وتكمل ولك عشرين سنة يعني لو سمحت الحاجة كنت لأي حدا لانه اذا الشخص ما عنده القدرة على الاستمع يعني القدرة على الاستمع يخليلي قلوك يا رب سيم بتذكر كيف تعرفنا عبعات كيف ما بتذكر التفاصيل بس بتذكر انه انا بتذكر جيت لعنا على الازاعة وشي هيك صح لا 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 وين بدك ذكرك اوش يمكن مشي 2003 2002 2003 اه شي مثل هاك كنت انا عميشتغل بتلفزيون دبي ببرنامج مسابقات اسمه قدة لتتحدى انا لحظة انا ما بعرفك من قبل هيدا البرنامج انت بتعرفني من قدة لتتحدى جايق بالحكة اه انا متذكر قدة لتتحدى بس اي ثوت انه انا بعرفك قبل لا وبعدين التأينا بيقدة لتتحدى هذا الحكي من حوالي 18 سنة يا اخوان انا بتذكر بحت فيش ثلاثة اربعة تلاف خمسة تلاف درهم هيدا ناسيم كان بالالفين واثنين الفين واحد الفين واثنين الفين ثلاثة شي مثل هيك مشارك ببرنامج مسابقات وانا كنت كاس برودوسر ونجهز الكبرى كانت خمسين الف خمسين الف طبعا بالالفين واثنين انا عم تحكي على ميتان الف ايه كانت تتوزع على الجروب كله ايه كان بامكانك انك ايضر تربحها لحالك اذا ايه ضرب فيك الطمع وقدرت او الفريق تبعك يربحها انت وحسب اه حسب كارمك ففريق وكانوا بتتشقف الخمسين الف يعني ممكن الفريقين يربحوا هذا يربح الفين هذا يربح ثلاثة تلاف هذا يربح الف هذا يربح خمسين هذا يطلع برا شغلات مثل ايك فكنت انا من البردوسرز اللي مسؤولين عن الفريق اللي كان مشارك فيه ناسيم بتذكر احنا عدنا بأوتيل بجبل علي بغنتوت بغنتوت صح ايه بغنتوت وكانت بعض التدريبات والمسابقات صحيح في جبل علي شوتين كلاب وكمان في عندك تيم بلدنج اكتيفتي اريا بجبل علي كمان اشتغلنا فيه هناك ايام جميلة فنسيم على حد قوله بهديك الزمنات الاعجب بالكاركتر تبعي وقال لي عمرك فكرت تشتغل بالراديو انا وز لايك لأ بس انا بشتغل اورادي كنت امسي مقدم حفلات و اورادي بشتغل كنت بالاذاعة المدرسية واذاعة الجامعة و اورادي ساهمت في الاستابلشمن تبع اذاعة الجامعة الامريكية في الشارق اوهوه فقلت له انا اردت لأ لماذا لا لا مع انه ولا عمري كان خاطر على بالي ولا بحياتي كان من احلامي نشتغل بالراديو ولكن كان في عندي علاقة جميلة بيني وبين المايكروفون كنت اعشق المايكروفون وكنت اروح دائما اقدم حفلات اه اه حفلات حفلات اه حفلات حفلات اه حفلات مهم يكون فيها مايكروفون يا سيدة فبتذكر يوم متى انت حكيت مع عبداللطيف وقلت له عني وحكيت مع سامي واعتقد كان الميتنج يعني انت يوم الاحد او التنين حكيت معهم التلاتة او الاربعة كان عندي ميتنج مع سامي تتذكر عن الحكي ولا بتذكر ايه يعني هيك لمحات بس مش التفاصيل اه اجتمعت مع سامي وسامي حولني لعند عبداللطيف بنفس النهار عبداللطيف قال لي وين كان يو ستارت قالت له وين دي وانت قال لي هاد الكلام كاني ازي فول تايمر يعني برو اي ستارتت على الهوى اي ستارتت على الهوى من غير اي فترة تجربية والله انا ما عابب مانيش اذكر ان هل ادعام المنيح معك مان انت انت وصلتني بسامي وعبداللطيف وبعدين 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 انت بلشت تسمعني على الهوى حطوني على الهوى مع عبداللطيف يوم الاربعاء قال لي وين كان يو ستارت قلت له وين كان يو ستارت قال لي شو كان اول شو انت بلشت فيه مع فيصل مع فيصل ومع ميت دهان مع فيصل الملة ربشة ربشة شباب ربشة شي متل هيك ومع ميت دهان رزق الله ونسيم كان يسمعني على الهوى وقال لي لا 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 حسان مو هيك بيحكوا ابدا لا 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 يجب ان تختلف عن الشارع ومسرح وشغلات مثل هك هي الحلو بالموضوع انه الشخص لما يبلش دغري على خلينا سميه على الهوى او حتى لو مش على الهوى يعني اذا بلش دغري ببرنامج يعني يعني شي اللي عبي يحكيه بده يستخدم او يعرض كتير بيعطي يعني تجربة وبيعطي مسئولية غير ما انه يلا واتمرن 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 فممكن يكون سلاح ذو حدين يعني ممكن يا انت تفشل دغري وتخاف وما تقدر او ممكن خلاص انت تقتل الرهبي والخوف ويكون يعني خلاص يبوشت يعني يجومت فجأة للشي المطلوب وبعدين بتبني عليه قدراتك اذا انت تصلح او لا ففي ناس تزبط معهم في ناس ما تزبط معهم انت كنت من الاشخاص اللي زلطيت معهم اكيد حبيب القلب نسيم فيني غلبك بشغلي هلا خطرت على بالي بما انه انت ملكة تسجيل ويو ها ريكوردين بوث زوم ما رح يعطي ان صوتك حقه فيني غلبك تسجل البارت تبعك كمان خليني سجلو ك سجل صوتك بس اوكي هلا it drops sometimes بس يعني you will have 95% اوكي 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 بس انا يعني اريد انه نحصل على جودة كاملة لصوتك وهذا الشي اللي راحوا راحوا لا لا ما في شي راح لك الكونسب تبع البودكاست تبعي كتير رو ما في لا اديتينغ ولا مونتاج ولا ريديو ولا جنجل ولا بروداكشن ولا نو 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 as raw as possible صديقين قاعدين عم بتجاذبوا اطراف الحديث بببغن نجاتة بلو سمحت ممكن ان نينة مي بممكن من فضلك بس اروح اجيب الشغل وارجع it is as raw as possible as real as possible لانه هذا ما يستهويني في الحقيقة وفي الواقع ويعني علمتني الحقيقة انه كل ما كنت حقيقي وواقعي كل ما جذبت جذبت حواليك الناس اللي بيهمن ما يهمك غير غير المينستريم ميديا المينستريم ميديا الى وجهها واقنعتها والبس اللباسها المخصص وحديثها المخصص انا بلشت تسجل بس هو مش لقيت صوتك بس صوتي اوكي اوكي ممتاز وهو المطلوب انا عم بسجل صوتي وصوتك شو بدك نحكي غير الماضي كمان اه ما هو كله عن الماضي ما بلا نسو ما شو عم تعمل حاليا حاليا انا في لندن بشتغل كمقدم ومنتج لأحد البرامج التقنية على محطة فضائية ما حفي نفوت بالتفاصيل لي يعني قيود معينة لكن هو برنامج تقني اه اسبوعي اه البرنامج له على الهوى من عام 2011 والحلقة المقبلة هي رقم 445 ما شاء الله ما شاء الله نعم فالبداية متل ما ذكرت كانت بالازاعة من ال 2001 لل 2008 وبعدها انتقلت على التلفزيون اه بزا بدك نحكي شو الفرق وكيف واحد اكيد 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 بقرر ينتقل بس اه انه اه يعني انا اخدت اه التجربة الكافية باعتبر من الازاعة والازاعة هي بتأسس باشياء كتير بيحتاجها للشخص لاحقا وقررت انه بال2008 لازم انت الى مجال اخر اللي هو التلفزيون وبعدني بتلفزيون فيني اعرف ليش قررت تترك الاذاعة الى التلفزيون مع انه هنن معنا علاقة ببعضه كل واحد جو شكل اه من ناحية بصراحة ازاني انا كمان بحب احكي بصراحة وما بحب اكون مثالي اه اكيد الاكسبوجر والشهرة بالتلفزيون اكتر ايه بلوية وما بنا نسميها شهرة يعني انه الناس بتعرفك اكتر الريك وفيك تكون كرييتف يعني تكون خلاق اه بالتلفزيون اكتر لانه في كتير عناصر بتساعدك يعني انت بالازاعة اه اكيد لازم تكون كرييتف بس انت كرييتف فقط بالصوت بالميوزيك بالإفكتس بس بالتلفزيون انت عبتفكر الناس شو عم بتشوف شو الفرق البسيط بين الإزاعة والتلفزيون هو التالي أنه بالتلفزيون بتقول شو مي شو مي شو مي فرجيني فرجيني بالإزاعة بتقول إلي 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 خبرني خبرني خبرنا فلأنت تصير عندك القدرة تعرف تفرجي عن شو عب تحكي أو ما تفكر فقط بالكونتنت بالمضمون الصوتي لأنه في كتير أفكار تزبط على الإزاعة وتزبط أونلاين بس ما بتزبط على التلفزيون ما بتنعمل منا أفكار تلفزيونية والعكس صحيح فالتلفزيون أصعب أكيد أصعب لأنه بدك أنت هلأ فينا نعمل إنتروفيو أنت في دبي أنا بلندن وفينا نحكي خمس ساعات بس لو نحن عم نعملوا هده برنامج تلفزيوني كلمة اليون قصة بنا نفكر فيها غير صح فالتلفزيون بيعطيك تحديات أكتر وبيعطيك خبرة أكتر بس أكيد الإزاعة كمان صعبة كتير فكل واحد قلوه طريقة عم نحكي بشكل عام بس إذا عم تحكي عن التفاصيل الأدائية كمان الأداء التلفزيوني بيختلف عن الأداء الإزاعي لأنه فيه مش بس اللعب بالصوت في عندك حركة الجسد لغة الجسد يعني أنا أول مرة زعت على التلفزيون زعت كأنه بالإزاعة أنه تعرف بالإزاعة مرحب فيكن وهلا وسهلا معنا بالتلفزيون أهلا وسهلا بكم اليوم في ما بعرف شو هذه هي الحلقة يعني الليفل عالي كل شي عالي أنت عب تحكي مع كاميرا عب تحكي مع شخص مع بتوشوش بداينة شخص فبالتلفزيون ما بتفكر بس بصوتك بالإزاعة بدك تفكر أكتر شي يعني بصوتك بالتلفزيون إذا صوتك منيح عظيم بس في كتير أمور أخرى بدك تكون منيحة لكن الصعوبة بالإزاعة أنه النجاح كتير مهم على الصوت وعلى المضمون التلفزيون في كتير عوامل يعني الكونتينت إلو نسبي الديكور إلو نسبي التصوير إلو نسبي الإضاءة إلو نسبي إن شاء الله أنت بتكون عندك أحسن كونتينت وأحسن تصوير والإضاءة تعيسي ما حدا بيحضرك فنجاحك بالإزاعة ما بيعتمد فقط عفوا بالتلفزيون ما بيعتمد فقط عليك بيعتمد عليك كل شخص موجود بالبرنامج فريق عمل كامل بالإزاعة يعني أنت ومهندس الصوت وفيك أنت تكون مهندس الصوت فيك أنت تعمل برنامج لحالك بينما بالتلفزيون ما فيك أنت تصور وتمنتج وتكون لايف وتعمل إضاءة وتعمل كتس وآتوكيو وإنت لحالك مستحيل مزبوط ولكن هذا الشي عم بتحقق باليوتيوب هلأ هيدا غير موضوع يعني أنا بعتبر من قبل ما يبلش موضوع الانتشار اليوتيوب كبير والإنفلوانسرز وهالحركات أكيد كان التلفزيون هو اللي آخذ كل ضجل بس حاليا وأنا بلمسه بشكل كبير لما روح أغطي إيفنت أو أي حدث أنه يعني ضايع القصة مش معروف مين لليوتيوب ومش معروف مين للتلفزيون ومش معروف وللأسف أنه موضوع اليوتيوبرز والإنفلوانسرز ما في تنظيم ما في نقابي ما في قيود ما في شروط هلأ أكس حدا بيسمعنا بيفتح قناة صار يوتيوبر وفي يروح على أي إيفنت وياخد تصريح ويروح يصور ففي منهم بروفاشنالز طبعا أكيد وفي منهم كتير دون المستوى فلما الأمور تنخبص مع بعضها هالشي عم بيأثر على الجميع يعني لاللي بيعرف يشتغل عم بيعرف يشتغل وياللي ما بيعرف يشتغل مش عم بيعرف يشتغل فالعب ينظر هو المستمع أو المتلقي متلقي هل هذا الشيء بسبب أنه كل واحد أو كل شخص أو وجود هذه المنصات خلت أنه كل شخص يسمي حاله أو يتوهم أنه سلطة هي ما قصة سلطة هي شهرة هي بس أنه أنا بدي أعمل قناة أو أعمل صفحة علشان العالم تكون تعرفني فهو كتير مهم أنت تسأل سؤال ليش بدك تكون هون ليش يعني أنت شو الهدف منه إذا أنت هدفك بس تطلع فلوس شيء إذا أنت هدفك تقدم كونتنت مضمون شيء إذا هدفك أنت تكتشف شيء جديد يعني أنت لازم تحدد شو بدك لأنه إذا أنت هدفك فلوس يعني فيك تعمل الميديا بغير طريقة أعرفت كيف إذا أنت هدفك تقدم كونتنت يعني إدوكيت هل أنت إدوكيتين ولا أنت إنترتيني ولا أنت تتعرفين ما تفعلين يعني ديسايد أنت ما تريدين عندما تريدين تذهب إلى الناس يعني بتروع على الشريحة اللي بدى الكونتنت تبعك كل بساطة وبتروع على الإفنت اللي هو بده ناس مثلك هلأ شركات الميديا أو ميديا ديبارتمنت بالإفنت صارت تتحدد يعني أنا بلجت حتى إلمس أنه بيسألوا أنت مين أو أنت شو الكونتنت يعني مثلا أنا بكون بمعرض للسيارات وفي سيارة جديدة معروضة بتلاقي في كيو يعني عشرين متر كله بده يصور ويعمل فصارت في فرق لما أنت ترفع كرتك وتقول أنا من هالمحطة جاي يصور أو أنا بدي أنه خلص بيعطوك اللي بدك وبتروح غير ما يكون شخص أنه أنا بس لأني على اليوتيوب حابب صور أو حابب أعمل يعني بلشت الأمور شوية تتنظم بس المش منظمة هي الأوتبوت الأوتبوت مش منظم أوكي يعني ما في حدا بوقف حدا ما حدا بقول لحد أنت ممنوع بقى تعمل إيك مظبوط مظبوط وهذا بحد ذات وسلاح ذو حدين بحكم عملك في التلفزيون التقليدي فيني يسمي هيك اسمح لي مش تقليدي يعني ما بدنا نقول تقليدي لأنه كله صار فيه ديجيتل فورمز وكله صار فيه يعني عم بيغير الفورمات بس فيك تقول أنه سمي التلفزيون يعني هو يا تلفزيون يا أونلاين أوكي التلفزيون بيحكم وجودك بالتلفزيون هو يا مثل ما أنت قلت يا مثل ما أنت تفضلت يا تلفزيون يا أونلاين من الذي يحصل على أكبر نسبة مشاهدة وأنت بالأخير عندما تنتج مادة إعلامية وينما كانت المنصة الهدف أنك توصل لأكبر شريحة من المتلقين وين عم بي عم تحصل الأرقاب الفطورة اللي صارت أنه نجاح التلفزيون صار يقاس أونلاين 100% يعني أنت بتعمل موضوع للتلفزيون بتحطه على التلفزيون طبعا ما حدا بيعرف كم شخص حضره لأنه يعني لأنت لا تجيب شركة وتتفعلها وتعمل لك إحصاءات بكلفك أكتر من البروداكشن اللي أنت عامله فأنت هالكونتنت لعالتلفزيون بتعمله أبلود على يوتيوب بتشوف جاب فيوز يعني هو ناجح ما جاب فيوز يعني هو فاشل المشكلة اللي عم بتصير أنه طريقة البروداكشن للتلفزيون هي مختلفة أو لازم تكون مختلفة عن طريقة البروداكشن لليوتيوب فالبصير أنت ما عندك للفاسيليتيز ولا البوجت نحكي بصراحة ولا الوقت أنك أنت نفس المادة تعمل لها لتناسب تلفزيون ترجع لتناسب يوتيوب فبتصير تاخدها نفسها من التلفزيون وتحطها على يوتيوب فيعني ديوريشن أنت على التلفزيون فيك تحضر بس على اليوتيوب ما حدا له خلق يحضر سكس مينت فيها بدك تصير تجزئة وبيروح الكونتينت بالطريقة اللي أنت يعني خطط له أو باك تحطها ست دقايق أو سبع دقايق أو ساعة طويلة فإذا جابت تعتبر أنه كان حلو الموضوع نجح وإذا ما جاب يعتبر ما حلو فصار كونتينت التلفزيون يقاس أو يقيم عبر السوشيال ميديا أو عبر الأونلاين طيب السؤال اللي بترح نفسه هون ليش في فرق بين توزيعة وتشكيلة وطريقة بناء برنامج تلفزيوني ست دقايق مقارنة ببناء برنامج انترنتي إذا عم نحكي بكل بساطة أنت لما تعمل شي للانترنت بدك تعمل حسابك اللي عبيو حضرك يمكن يكون عامل ميوت يعني أو هني يعني بالانترنت معك خمس ثواني يبتك مشو يبيروح هي الهيدي ليسوايب مش هذا نفس الشي على التلفزيون حاليا مو أنت كمان عبارة عن كبس بيت مش لهذه الدرجة يعني أنت على التلفزيون مستعد شوي تقعد الشاشة أكبر وإنت قاعد مرتاح وعب تخضر تلفزيون وقررت تقعد تحضر تلفزيون أنت على التلفزيون ما بتقرر أنت 24 ساعة على التلفزيون 24 ساعة يعني أنت شو ما كنت عبتعمل أنت على التلفزيون فأنت أصبعك الحكم هو الأصبع نعم يا أصبعك بيوقف يا بيعمل ناكست يا بيعمل سوايب فهيدي من ناحية من ناحية تانية أنه طريقة الإنتاج للأونلاين غير يعني بالأونلاين بدك تكست أون سكرين بدك ميوزيك مختلفة بدك حكي أقل بدك صور أكثر شبابية لأنه مختلفة حتى طريقة المنتاج مختلفة يعني ما بدك هيدا الستايل المسرحي والكتات والويت شوت والكريينز والدرونز يعني الناس على التليفون مستعدة تقبل جامب قاتو مستعدة تقبل لايتينج مسنص يعني الكونتين صار غير طيب أنت عم تنتش كونتينت لا كونسومر هذا الكونسومر يعني أنت عم بيقل عندك بس ما هل عندك أرقام متأكد لك أنه عم بيقل أنت قلت أنه مقياس نجاحك هون هو الأونلاين فمعناتها يعني أنت الرفرنس أو المرجعية تبعك مش أنه مقياس نجاحي هي هون أو هون انتشار هو بيعتمد على المكان والمحطة يعني في محطات بتقيس نجاح يعني هدفها هي تجيب أرقام وفي محطات هدفها صح تو ادوكيت مين؟ تو ادوكيت هو وانت تو بي ادوكيت بس على على أي منصة وكيف لي أن أعرف أعداد من قمنا بتعليمهم يعني أنا ممكن أبني محطة جميلة عملاقة أصرف عليها زليارات الدولارات بالأخير بيكتشف إذا بعمل إحصائية الدقيقة أنه اللي عم بيحضروني مثلا من عشر ملايين عم بيحضروني ألف بينما هناك اتناعشر مليون شخص موجودين إذا التارجت تبعك إذا التارجت تبعك هن الألف فإذا أنت عبتوصل للألف إذا أنت التارجت تبعك يكون عندك 2 مليون فيوز على اللينك أو الفيديو اللي حطو شو اسمو في شي كتير مهم كمان أكيد أنت بتعرفو أنه أنت على اليوتيوب مش مهم الرقم المطلوب المكتوب المهم قديش حضروا من الموضوع لأنه في فيديو إذا بتفوت على الإنسايتز تبعها تكون الدروب پوينت تبعها after 5 seconds وفيها 1 مليون فيو طب شو يعني يعني الـ 1 مليون حضروا بس أول 5 ثواني مش مهم So it depends إنت what is your target وإنت what do you want هل إنت بدك تجيب sponsors إعلانات أو ما بدك يعني it depends إنت what do you want بس نحن عم نحكي أنه كصحفي طريقة شغلك للكونتنت التلفزيوني مختلف عن الكونتنت الإزاعي عن الكونتنت هلأ الديجيتل يعني إحنا كنا بنعرف إنه إلا تعمل كونتنت للراديو غير إلا تعمل كونتنت للتلفزيون هلأ صار في كونتنت للأونلاين أوكي لازم تفكر فيه أنت يعني قبل ما تصور يعني أنت بدك تفكر يعني مش أنا بروح بتصور بعدين بعمل من الكونتنت ديجيتل لا أنا أنا وعا بخطط للموضوع بخطط له إنه كي بده يكون ديجيتل الكاميرا الأنجل طريقة التصوير إنت بالسيارة وفي كاميرا بوجهك جو برو ولا أوزمو يعني الطريقة كلها مختلفة بلك تفكر فيه وين هيدا رايح هذا الشيء جميل جدا ولكن هل هذا الكلام يواكب العصر وهل هذا الكلام تراه رح يستمر كمان خمس سنين كمان عشر سنين أصدق يعني الفرق بين هيك وهيك مش الفرق بس مش الفرق استمرارية استمرارية ما هو السؤال مش هيك السؤال إنه قدت تلفزيون رح يستمر هذا عوني سؤالي ما حدا بيعرف يعني بصراحة كتير فيه نقاشات وندوات على هالموضوع شي بيقلك التلفزيون سوف يعني ينتهي مش ينتهي يعني يصبح أقل حجم مثل الراديو حاليا طبعا الراديو من عشرين وثلاثين سنين ما كان مثل هلأ رفت كيف كل يوم عن يوم بزغر أكتر طبعا وأكيد وأكيد فيه شي بده يتغير حسب حسب المستهلك وحسب وين بيحضر وشو بيحضر حتى مش بس أنت حتى المحطات يعني هلأ إذا بتشوف كل وكل المحطات اللي بتحط مسلسلات وأفلام مين بعد ينطر محطة إعلانية وأنا بس بقوم على الطويلت بالمحطة وبيدي يزبطها وأرجع بعد الفيلم كله هلأ أنت بتنزل حلقات بتحضر المسلسل بثلاثة أيام وربع دو يعني حتى هيدا الكنت الأفلام والمسلسلات والبرامج كله حتى هيدا تغير تبليش مش المحطة اللي فيها نشرة أخبار وما بعرف شو بده تضل لنفسه وهيدا شي طبيعي يعني لازم الأمور تتطور مع الوقت ما ممكن نحن خلال خمسين سنة نكون نفس الشي وما وما هي الخطوات الملموسة بما أنك أنت من أكثر الأشخاص احتكاكا بهذا الوسط على صعيد عالمي ما هي الخطوات الملموسة التي تراها بعينك ل المحتوى التلفزيوني بطريقته التقليدية أديه هو حاليا نعم بواكب عند أور عم بيحاول يواكب عند أور فيه استراتيجيات مستقبلية لمواكبة اللي عم بيصير أكيد أكيد كل المحطات عم بتخطط أنه كيف ممكن تواكب الموجود الجديد أنه كيف يتحول لشورتر حتى المقابلات إذا بتشوفها أونلاين ما حدا بحط مقابلة مدة نص ساعة مع شخص سحبي وحدي على يوتيوب سؤال ما حدا له خلق يحضر يعني حتى الناس بدأ تنقل السؤال يلي بدأ تسمع إجابته يعني مانا مضطرة تقعد تخلي الموزيع هو اللي قرر شو يسأل يعني بتلاقي مقابلة مع فنان مقسم إلى عشرين سؤال في أسئلة عليها فيوز فعليها أسئلة ما عليها وكل سؤال له وكل تايتل إلى تاكز يعني هيك الأمور ماشية يعني الناس ما بقى إلى خلق تقعد تشوف شي طويل وتتحمل لتوصل لشي اللي بدأ إياه الناس صارت سريعة يلا 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 بسرعة كيف كل شي بسرعة فأعتقد يعني الأمور أكتر هتروح لهنيك وهذا المبين طيب سؤالي لكل شاب وصبية موجودين على لينكتن هلأ بيبعتولك نسيم حلمي حلم الطفولة إني اشتغل بتلفزيون أنا حلمي إني اشتغل بإذاعة شو من أقول لهم هذول قل لهم اسأل حالك سؤال ليش يعني أنت اسأل أنا هيدا السؤال اللي سألوني يعني على مش أنه أنت شو خبرتك وشو بتعمل وشو بدك ليش بدك تكون موزيع ليش هلأ شو هدفك هدفك يكون عندك تكون مشهور هدفك يكون عندك برنامج هدفك شو ليش اسأل حالك إذا أنت ما جوابت على السؤال ليه أنا بدي يكون موزيع ما بدي يكون دكتور ليه أنا بدي يكون كذا ما بدي يكون كذا إذا أنت ما عارف يعني أنت ما حتقدر تكمل فكتير مهم أنت تسأل حالك سؤال شغف يا ما مكون أنت عندك شغف لشي بتكتشف انه هيدا الشي اللي انا هلأ حبيته مثل اي شي بدي اشتري او اكله او البسه او روح سفر علي سو بكتسأل حالك سؤال هل انا شو الهدف شو السبب شو بدي اغير شو بدي اقدم شو الكاركتر او اللاين اللي بدي اعمله بعدين بتسأل حالك سؤال كتير كتير مهم هل انا طبعا عندي الامكانيات لانه كنا نتوقع عنا امكانيات نحب نطبخ بس نحنا فشلين جدا بالطبخ مع انه احنا منحب الاكل بس ما منعرف نطبخ فبدأك تشوف هل انت قادر هل انت قادر تتعلم هل انت قادر تتحمل النقد هل انت قادر تعيد الشغلة بده كتير تعب بده ديديكيشن بده شو ديديكيشن بالعربي التزام بده التزام انا مثلا من ضمن شغلي او جانب اخر من شغلي هو انك انت لتكون محافظ على صوتك او على على شغلك انك انت ما بتصرخ انك انت ما بتاكل حر انك انت بكرا عندك تسجيل بدك تنام بكير لتفي مركز لتكون عارف يعني في امور كتير بك تفكر فيها لانه هي منا تسلاي يعني انه انا بس بس حط شيء بصوتي ويا ايجاني لايكس وشيرز ايه وشو يعني شو يعني يعني شو بيعني هالشي للك وكيف انت بدك تستسمر فيه والاهم من كله 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 هيدا بجانب والجانب الاخر ليه انا بديكون مختلف عن غيري ليه انا بديكون مميز عن غيري بشو شو بانا فيي غيري ما عنده اذا انت معرفت انت شو فيك انت ما حتكون يعني نفسك مختلف عن الاخرين كم موزيع فيه عد كم voice over فيه عد تب ليه هالشخص مستمر فيه اسماء مستمرة بتنطرها من فترة لفترة من برنامج لبرنامج اكيد هولي مش by chance ولا by luck ولا لانهم اجمل ناس لا فيه كتير ناس شكل عادي وهي من احسن المحاورين وفيه كتير ناس حلوين وما حدا مهتم يسمع منهم كلمة فكتير مهم تفهم شو بدك وتفهم قدراتك وتكون صريح مع نفسك تكون صريح مع نفسك اذا حدا فشلك ما تقبل وكمان تكون صريح مع نفسك اذا حدا نجمك انت عارف حالك مش زابط انت فما تضيع وقت لانه الوقت بيروح يعني ما ممكن انك تقوبعك وترجع وتزبط شي تاني فاهك هذه الخبرات اللي لخصلنا ياها بهالدقيقتين الجميلات جدا 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 كان مشوار وردي يعني الانتقال من الاذاعة الى التلفزيون حتى قبل الاذاعة وقبل التلفزيون ابدا ابدا ما في شي لك ما في حدا نجح يعني ما بدي اقول انه انا يعني ننسي عجرة من الزمن يعني لا بس انه ما في حدا انه عن جد مستمر وناجح بالقدرات وكان الموضوع وردي بأي مجال يعني اذا انا بدي اعطيك مثل انا اول مرة سجلت كفويس اوفر انا بلشت اشتغل كفويس اوفر ما بلشت يعني حتى كموزيع فلما اشتغلت كفويس اوفر كنت سجل للمكفوفين وللطلاب العميان كتب ناطيقة على مدى تلات سنوات انا سجلت تقريبا الف ومئتين ساعة او الف ومئتين كسد اذا ممكن الناس بيسمعونا ما بيعرفوا شو الكسد بس هيدا اللي بتلفوا بالألم ولو نحن نحن جماعة لا مش اصدق انت يعني لا اكيد بارك انت تعرف الكسد انا كنت كنت سجل صدقني حسان تسعين دقيقة مسموعة او ستين دقيقة مسموعة اللي هي بتاخد شغل يوم كامل انك انت تقرأ تسعين صفحة كنت اخد عشرة دولار على التسعين صفحة تخيل انا هلأ بيجيني ناس على الانستغرام بيج بدون يكونوا وانا بعمل دورات للويس اوفرز تاه شو اول سؤال بيسأله كم فلوس لا هل تضمن لي العمل اوكي وقدي سعر الدورة ميت دولار انا شو بيقله بقله خريج اكسفرد ما بيضمن العمل بدك انت من وراء دورة ساعتين ونوص تضمن عمل اذا انت عندك هاي المنتاليتي شو بدك بالموضوع يعني ما تبلش احسن انت مش داخل مشان تستفاد انت مش داخل للسبب الصح الواي تبعتك فاكيد اكيد ما كان وردي ابدا انا اكيد بلشت اشتغل واول مرة رحت على ستوديو لسجل ما كان عندي طبعا لا الاداء ولا الاحساس ولا شي صح اكيد اذا بيسمع حالي هلأ بتضحك بس اول مهندس صوت اجا تسجلي قرأت صفحة او نص صفحة وقال لي هقرر راح على خمس دقائية عشد دقائية اربع ساعة ما رجع اجا شخص قال ادمنك مزعج ما بدو يكمل معك تسجيل عم نحاول انلاقي لك مهندس صوت اخر طب انت عمرك تسعة عشر سنة عشرين سنة شخص يقل لك هيك شو بدك تحس بتماري ماشي فكتير مهم انه الشخص اذا عنده ثقة بحال وعنده الشغف لا يحبط بس يكون حقيقي يعني ما تكون انت عفوا على التعبير حمار عفوا خلينا قولها معانا فيك تسب قد ما بدك كمان اوكي تكون انت حمار وانت مفكر حالك احسن واحد بالعالم ومش مستعد تسمع تقييم انا في ناس يعني ما احترامي يقلهم بيبعطولي مثلا على الواتس اوب او على انستجرام بكون عبقيم انه عندك مشاكل باللغة بك بلوك دي بلوك مي انه يعني انت مش مستعدين يسمعوا مبدون يكملوا يعني انا يابد اقول لك واو واو اداء وصوت يا خي ما انت مش زابط ليش بدي اضحك عليك انت في شي مش صح ياشتغل على حالك او انت اقول خي ما تسألني ليش بدك تسألني يعني جاي طالب منك انك تقيمه وما عجبه تقييمك يعطيك بلوك والله العظيم يعني هو طالب منك تطبله بس مش تقيمه يعني انه يعني طبعا انت بتعرف انت تشتغل على الموضوع النفسي انه في شي جيد في كذا لكن عليك انا بالعليك بسيصير لبلوك يعني ما بدي ما بدي نسمعه شو مطلب فمن بعد ما انا اشتغلت كويس اوفر وهايك وطبعا رحت روح عالستوديوز وقعد انتر كل نهار انتقلت على دبي عربس الازاعة اللي انت كنت فيها فاكيد انه ما كان الموضوع سهل لانه كمان تنحط انت بمسئولي وتكون عبد زياء اخبار وعمرك بعدك 22-23 سنة وما كنت اصلا موزياء اخبار فكتير مهم الشخص انه يعني يكون واثق من حاله ومؤمن بقدراته وكمان في شي كتير كتير مهم في حظ يعني انا متأكد انه في ناس احسن منه ومنك باللي منعملو او غير اشخاص بيعملو وهن ما ما اجتون الفرصة يا اما هن غير محظوظين انا مؤمن بالحظ او هما ما كانوا جاهزين وقت الفرصة وهي دي النقطة اللي انا بدي ركز عليها انه الحظ بيجي والفرصة بتجي بس انت ما بتكون جاهز شو يعني ما تكون جاهز انك انت بقى تكون موزيع وناطر يجي كل الوقت تتقدم فيه وانت لا مش تغلى على ادائك ولا على مخارج حروفك ولا على لغتك ولا على شي وبتجيك الفرصة بتروح بتطلع انت فاشل اكيد بككون فاشل فكتير مهم انك انت تكون جاهز دائما شو يعني جاهز دائما تتمرن يعني انا من انا عمري 13 سنة بشتغل موزيع بينه وبين حالي بغرفة النوم لحالي تعرفش يعني يعني انا كان عندي مسجلتين تعرف المسجلي هادي بتكبسها هيك اه تعرفي تتسجيل فعلى واحدة منهم انا نسجل كل الاعلانات وعلى واحدة منهم مسجل غاني وانا فاتح ازاعة نستمع الى هذه الاغنية نستمع الى محطة اعلانية بعمل بلاي على الاعلانات اللي هني بصوتي برجع انا باخد اتصال وانا بسأل وبجاوب يعني انا الموزيع وانا الجاست قالوا مين معنا اهلا حسان شو حابب تسمع والله انا حابب اسمع انا انا القصة كله انا رفكي برجع بنتقل لنشط الاخبار اه فكتير مهم انك انت وكيف انا مثلا كسرت حاجز الخوف انه كنت اتصل ببرامج كنت انا متصل ببرامج مسابقات على الازاعة واتفر صراح عندي خوف انه انا احكي وحدا يسمعني كتير مهم لكل شخص عبي يسمعنا find your way find the technique ما دعوه تنتظر ما حدا بيكتشف حدا وما حدا اخر همه انت مين فيروز ما حدا اكتشفه ما حدا حيجي يكتشفك يعني انت اسعى اتعب كون جاهز اذا فعلا انت بدك تكون هيك بس اقل لي انه انا قاعد بالبيت ونطر حدا يجي اقل لي جالكسي اعمل له دعاي ما حيجي لعنده جالكسي انه فيه عشرين بويس اوبر بدون يكونوا صوت جالكسي مية بالمية هاي دي الرحلة هاي دي الرحلة خطة لحالك ولا كان فيه فريق عمل وكان فيه داعمين وكان فيه وجوه تبدلك مرة كتير حكاني وما ردات لا فريق عمل ولا مخط ولا اشي اكيد لك ما حدا بيدعمك غير اهلك وغير بعض الناس اللي الله بيحطهم بطريقك اكيد انا فيه كتير اشخاص ساعدوني ما بعرف كيف اجوا بحياتي يعني شو ساعدوني يعني مثلا يكون حدا بيقرى برفيئة معد يكون انا عندي مقابلة يساعدني يساعدني كيف فكر كيف اطرح الاسئلة كيف ما تطرح جواب اطرح سؤال شو يعني انا اطرح سؤال ما اطرح جواب الاسئلة الاجابتة مش نعم ولا انك تخلي ضيفك يحكي يعني فيه ناس بتساعدك اكيد فيه من خلال المكفوفين انه انا كنت متطوع بالصليب الاحمر ريحت قدمت عجمعية لتسجل كتب يعني فيه امور بتصير بتتسهل بس لو انا ما كنت مستعد اقعد اقرأ كل يوم ست ساعات بعشرة دولار اكيد انا ما كنت عندي هالقدرة وما كنت من خلالها يعني انا خلال المكفوفين او خلال التسجيل للمكفوفين سماعت انه فيه ازاعة بتفتح بدبي طب انا لا عندي سيفي شو السيفي تبعي مقطع ماشي انه اسجل كتب فقرة ما بعرف شو ماشي اربع سطور السيفي تبعي والايميلي تست ساعد عبد الفتاح تتذكر حبيب القلب ساعد ومكي الله يرحمه فعرف كيف يعني فيه امور بس مثلا من ضمن الصعوبات انه انا نقبلت بالازاعة وانا بداية رابع سنة جامعة طب شو بعمل بترك الجامعة ولا بروح بشتغل موزيعة تخيل يعني اوقات انت تواجه قرارات ممكن تأثر على مستقبلة كاملة انا لو ما رحت ما بعرف شو كنصار ولو رحت بدون جامعة ف لأ كمان الامور بتسهل اكتر انك انت تحكي مع الجامعة يعني حتى لو كنت صغير انه انا بدي غيب انا مضطر غيب عن المحاضرات وعن كذا لانه انا اجاني جوب لو ما تفهمني مدير الجامعة او رئيس الجامعة كنت بدي اختار واحدة من الاتنين يعني في امور بتتيسر وفي امور ما بتتيسر هون انا برجع للحظ بس انه اكيد لانت اذا ما بتتعب اه اني مثلا انا هلأ في لندن عايش بتعرف انا بعدني بشتغل مع كل الستوديوهات في دبي بيجي بيقولولك الفويس اوفر ساعة تسعة تسعة يعني خمسة الصبح بتوقيت دبي بتوقيت لندن فيني انا ظن نقول نو عمنات افايلة بنغيره غيره 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 ما بقعد حدا يدقلك انا لني عبد الحليم ولني مين انت يعني بتتغير يعني مين انت مش يعني مش هالشي انت جزء مهم من كل جزء مهم بس انت جزء من كل انه ما في انك انت يعني انه مولود الشغل ما بيمشي كل ياتنا كل ياتنا يمكن تغييرنا والاستغناء عنا وتبقنا انا لو ما في الساعة خمسة بتوقيت لندن الصبح وبسجل بدي في مش خمسة في اربعة ونص صوتي في يعني ما في انا اول ما تصحى منهم انا بصحى ساعة اربعة ونص انا مسلا عايش لحالي بجيب اي كتاب بقرة بقرة هيك بس لفتح صوتي مسلا عشان ما يكون صوتي مخنو برجع بسجل من الخمسة للخمسة ونص برجع بنام ساعتين ثلاث ساعات وبقوم على الدوام فالحابب اقوله انه شغلك لازم تعطي والميديا كتير بده تعب وكتير بده شغل اذا انت حابب تكون مميز وتكون عندك القدرة انك دلك من الاوائل لمدة عشرة وخمستاعش وعشرين سنة انك محافظ على نفس الكلاينت على نفس المستوى على نفس الامبوت اللي انت بتعطيه هذا الشي جميل ذكرت نقطة انك بتلتفتح صوتك بتقرأ كتابه واحد من الاسئلة اللي دائما بسأله لضيوفي اللي هي هل انت انسان قارئ بصراحة انا هلأ بقرأ بس الامور المتعلقة بشغلي يعني ما بروح بجي بكتاب تاريخي وادبي ما حدا ما عندي الوقت ولا يعني يعني الابلتي انا يعني مؤمن بشي كتير مهم انه انت لازم تحضر قبل يعني عم نحكي بالميديا بشكل عام اوكي انا صرت عامل متل بقتلك 445 حلقة من موضوع من برنامجي ولا مرة حسان انا ولا مرة رح تصور موضوع الى ما بكون قارية ومحضر تقريبا الاسئلة ومحضر المقدمة ولا مرة فل ريسيرج عن مواضيع تكنولوجية مستقبلية فضائية ارضية كونية ايش ايش يعني انا هلأ اذا عبرو عم بعمل عن الارتيفيشل انتليجنس ولا عم بعمل عن انا رحت على ناسا مرتين مسلا انه انا شو بدي فهمني بالتفاصيل never ask الى كوشنز اللي بيزبطوا عكل موضوع يعني اخبرني اكثر عن هذا هذا جماعة جاناريك كوشنز اندلت على شيء تدل على جهل المذيع نقطة انتها اي سؤال يزبط على كل المواضيع انه هو سؤال فاشل فاذا انا ما عارف اذا انا هلأ بقلك طب البودكاست حسان في مشكلية اللي هي عن كذا اذا انا ما قاري عن البودكاست كيف بدي اسألك اذا لم تسأل سؤال متخصص فانت مالك على قبل فانا اكيد بقرأ بقرأ عن الموضوع اللي انا بحاجي اتعلم عنه شيء بس انا اكيد ما عندي الوقت او يمكن الخلق انه انا اقرأ بشكل عام تفضل احضر دوكومنتري مثلا اكتر من ما قعد اقرأ عن شيء معين ممكن بس انه اجيب هيك كتاب عن الادب اللي ما بعرف شوله بصراحة ممكن تقول انه انه طاقتك العلمية او طاقتك للتعلم عم بتم استغلالة كما يجب في الدومين اللي انت موجود فيه وعم تقرأ وتفتح مداركك بالشغلات اللي انت بتحبها وعم تسترزق من وراها بس يمكن هالشي غلط يعني هالشي مش كل ناس بتوافقني عليه يعني بيقلك لازم الصحفي يعرف بكل شيء لانك انت ما بتعرف مين بدك تقابل او تحكي او تكتب او تسأل لازم تعرف شوي ادب شوي فن شوي سياسي شوي اقتصاد رفت كيف مثلا انا رياضة انا بعمري ما زايع رياضة لانه ما عندي الـ background انه انا اعرف هاللعيب كان بها الفريق وراها عالفريق عرفت كيف يعني حتى طريقة لفظ الكلام ولفظ الفرق بتفت زوم بلش انك انت انك انت ما يعني تو زوم رجع يعلق نسيم زوم I don't like this شايف لما تعتمد على التكنولوجي شوي حبتين زيادة عن اللزوم عن اللزوم يا زوم ها هيعلقت completely and all right what can we do stop video resume put in waiting room admit خلينا نشوف اذا طلعناه برات ال-chat session ورجعناه على ال-chat session حتزبط I don't think so okay end meeting for all يعطيكم الف عافية create a new meeting على السريع حاول انجز participants invite copy invite next next نسيم zoom link to send email and هيك بيكون راحوا على ال-email التاني all right this is this is very very interesting نسيم واحد من الاشخاص اللي قريبين جدا على قلبي ولكن ما منتحدث بكثرة ولكن هدول الاشخاص اللي بتعرفون بتعرفوا هدول الناس اللي مثلا اذا بتحكي معهم مرة بالسنة اه link to يا الله link to is on its way please check بتعرف هدول الاشخاص اللي ما بتحكيون مرة بالسنة مرة بالسنتين ولا كأنه قطعتوا عن بعض هذا هو الكائن الحي الذي نتحدث معه الان نسيم رمضان حلوي الكنسبت يعني انا ممكن اخالف الرأي بنقطة الاخيرة اللي هي المذيع يجب عليها ان يعرف بكتير مواضيع وكتير اشياء لانه حاليا نظرنا بزمن التخصص ممكن تعرف شيئا كل شيء لكنك ما تعد تحكي بشيء عن كل شيء وين قطع عندك كنت عم تتحدث بشكل عام عن انه يجب على الموذية انه يعرف ان يتحدث في العديد من المواضيع خليني عيد من هادي لانه وقفت التسجيل عندي وانت بتجعب بتعمل الميكس مابل هادي واحدة من التقنيات اللي منستخدمها ليش منعمل من سقف مثل مشان يعمل أو هيكي مثل شوكة بترددات الصوتية ببرامج المونتاج مشان تحطن على بعض وتعرف وين وقفت وين موقفت فهلا الفايل الجديد تبعنا سيم بما انه صار عنده فايلين وانا عندي فايل واحد بشبك الفايل التاني تبعنا سيم بحطوه على الفايل الاول هاني والاشخاص اللي بيشتغلوا صوت نسو على لا piece don't tell me انه علقت الصورة مرة تانية علقت الصورة مرة تانية هذا هنفكر حالك بلندن عساسا ان الانترنت جبارة يا ابا تلعت الانترنت مش جبارة يا ابا على ليك تكنولوجيا الانترنت في كوريا هي الاسرع في الكوكب زوم لينك ثري الاسرع والارخص في الكوكب ولكن يعني انك تعتمد عليها وان تكون كفو وتلبيك في معظم الوقت ففي كل الوقت ما عندي ادنا فكرة وين موجود ولكن الانترنت في دولة الامارات is pretty reliable صراحة I sent you another link a third link I mean يعني honestly speaking جربت الانترنت في كل الدول اللي شفرت عليها باسيا اوروبا والولايات المتحدة الامريكية صراحة صراحة كداتا كداتا في دول جيدة جدا honestly speaking بس ك واي فاي و لوكال انترنت like هوم انترنت no يعني اللي موجود عنا في دولة الامارات better than a lot of countries worldwide صراحة يعني بامريكا مثلا لو لا لو لا انه 3-4 المواقع is hosted بامريكا فtechnically speaking لما تكون بامريكا and you're connected to another server 99% من الوقت انك you're connecting to a server either بالمحافظة اللي انت فيها الولايات اللي انت فيها المدينة اللي انت فيها او بمدينة قريبة ويراز انت بالامارات بس تعمل connection على server بتتصل بهولندا بتتصل باليوكي بالهند بامريكا you know like you're traveling long distances ومع هيك الانترنت is more reliable بدولة الامارات كنت عم عبي هوا اوك او واو طيب خليني اعمل الكلاب clapping 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 هذا كله رح يطلع anyway زاني هذا كله يتجزأ من رحلتنا ببودكاست حسان and friends بس انا بس لخبرك عشغله انا السوما اه امون دادي ديوتي مساءا اه نينا اه بتاخد بريك انه يعطيها الف عافية بتكون مع ابنها 12-13 ساعة اه بي 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 وانا بيستلم الشفت المسائي ففي احتمالية كيف لا اهلا مو بيكون طول الليل بيحب نوم الليل هو بس في احتمالية ينقطع البودكاست تيك بي عاوام جبارة لأنه بده يأكل ما بيأثر يلا ما منخاض طيب يلا وين كنا عم نحكي كنا عم نحكي على فكرة أنه كتير مهم الموزيع طبعا الإعلام يكون عنده ثقافة بمختلف الأمور لأنه ما بيعرف متى يعني يحتاج إلى هذه المعلومات أو هالشي بس التخصص كمان مهم وبيرجع لكل واحد وقته شو اللاين اللي هو يحابب بيشتغل فيه. اه كنا عم نحكي عن الرياضة. انه مسلا انا ما ما بيشتغل اي شيء له علاقة بالرياضة لانه الرياضة هي تخصص هي هي تراكم معلومات وانت لازم تحترم الشخص اللي عب يسمعك. يعني از انت عامل حالك تفهم بكل شيء وعب تلفز اسماء اللاعب صحة واسماء الفرق صحة واسماء المبعرف شو. فالشخص اللي قدامك على الاقل بد يحس انك انت مش عب تحترمه. صح اه هيدا شيء كتير مهم. ومثل الاقتصاد متل اي شيء اخر. مية بالمية. مية بالمية. يعني ما فيك تروح على دكتور. ما فيك تروح على دكتور. هو عم بالفضلك تلتة ارباع اه اعضاء جسمك غلط او امراضك غلط او هذا. بتطلع بتقول انت مش صاحب اقتصاص ليجي تفلسف عليه. ليجي تتاكل لراسي. وهكذا المذيع. ولكن يعني انا تعتقد انه دخلنا بزمن اه المايكرو تخصص بكل الشغلات. مية بالمية. اه. انه ايام زمان مزبوط. المذيع يجب عليها ان يعرف شيء عن كل شيء. اه. وكل شيء عن شيء. اتليست يعني. انا انا مذيع تكنولوجي. لك. التخصص التخصص حلو لانه التخصص بيأدي للتميز. وبيأدي للثقة. يعني انت كتير مهم انه الناس توسق فيك باللي عم بتقوله. اه. حتى يعني اذا كنت كفويس اوفر او كموزيع. اذا الشخص ما صدقك للحظة حسك انك انت تصطنع او اذا انت تتفلسف او اذا انت يعني عبتحاول تعطي شيء انت ما بتعرفه. اه. انا مؤمن انه الناس مش اغبيع. المستمع ذكي. اه. او اغلبية المستمعين اذكية. وفيهم يقيموا اذا انت اه بتعرف او ما بتعرف. يعني انا بقيسها حالي يعني لما اسمع اي بويس اوفر عب يقرى مص بالفصحة. فيه اعرف اذا هو مشكله ولا حدا تاني مشكله. بقى بغري بعرف. لانه اوقات التشكيل الهابلة السهلة عاملة غلطة ومشكل لك يعني اللي بدا استاذ اللغة. انه كم اون. عرفت كيف? وكمان الشخص اللي له علاقة. يعني اذا انت عبتعمل موضوع طبي وعب يحترك دكتور هيعرف اذا انت بتفهم او ما بتفهم. او اذا انت عبتعمل شيء علاقة بالرسم او بالفن او حتى المواضيع الفنية يعني هي صعبة مش سهلة انك انت تتحكي عنه. هذا 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 في القنوات المتخصصة وهذا في مجال النخبة ولكن الا تعتقد انه موست كونسومرز ناوديز مش عم منستغبال بشر ولكن موست كونسومرز ناوديز ما بيهمون دقة المعلومة وما بيهمون اذا اللي عم تحكي صح ولا غلط بيهمون كيف عم تحكي معلومة وكيف انا معجب فيك ولا لا. لا 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 بيهمون بيهمون. والاشخاص اه لحظة بس وقف عن تسجيل خليك معي. اوكي لحظة سانية اوكي. اه لا بيهمون اكيد بيهمون ولانه اه بالاخر اه فيه فلتريشن قد ما فيه عندك صار وصار فيه اه الناس صارت يعني تميز صارت تعرف انه هيدا الشخص عنده شيء مميز. مشين هيك فيه ناس عب تنجح اكتر من غيرها وفيه ناس عب تلمع اكتر من غيرها. اه اذا انت حابب تستمر وتنجح تستخف بعقل المتلقي. انا هيدا الهيدا الهيدا الا اذا انت عب تعمل صحافي هيك. يعني فيه صحافي صفرة وفيه صحافي بس. نتدلع ومنحكي ومنتضحك ومنتمسخر. اي اوكي. بس انه اذا هيدا لعينك عال. بس انه قديش فيه ناس بدا هيدا الشيء ما بعرف. طيب سؤال لكسر الروتين. هل حياتك كلها جد بجد وعمل بعمل? يعني انت مبين انسان جد جد. اي بحكي فصحة انا بالله. اه لو سمح. يعني بدال فنور في قاتي. هل هناك اي مشاريع لليلة السبت? ماذا عن بعد غد? لا اكيد لا اكيد لا. بس اللي بضحكك يا حسان انه انا ما بلاحز. بس اوقات اه على كترة الشغل بتصير تستخدم كلمات عن جد ما بتستخدمها بالحياة العديد. يعني اصحابك بيقلولك انه اه يعني هيك بيطلع ترم بنص الجملة اه مايل على الفصحة. عرفت كيف? انه انه مسلا بتحكي مع حدا انه عن جد انه هل تعتقد عن جد لازم نعمل هالشي? انه هل تعتقد? عرفت كيف? خلص انت معود لانك يوميكس بين الفصحة والدارش. بس اكيد لا حياتي مشكلة جد و كتب و فصحة و نحو. اكيد لا. بس يمكن صوتي بيزبط بالامور الهيكي الدراماتيك والرومانتك والديب اكتر. وحتى انا ما بسجل. يعني بجين اوقات اعلانات انه اه صريخ و عيط اي دون دو ات يعني مني مضطر ومني مضطر اني اعمل شي انه انا حاسس انه اشترك. كيف تتحركك تنسيك اخرى من عمل? يعني بتلعب جيمز اه دوكيبنترز شو نوع دوكيبنترز بتحضرها بتطلع تتبشها رياضة. انا انا طبعا انا بسافر كتير 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 عشان الشغل. يعني كل اسبوعين ايجو سامور. اه هي الشي طبعا حلو مش حلو. بالاول بيكون كتير حلو. بس انت بعدين بلش تقتنع انه تسافر لا تشتغل غير ما تسافر لا تشمل هوا. لانه شغل شغل. ويونيتو يعني ترك لجمخك عها المنتاليتي. انه انا من المطار على القتال لازم نام لانه بكرة في تصوير. يعني انا مش من المطار يلا وين بدنا نظهر مسلا. اه اه كتير بهمني لرياضة. مش لرياضة اني بلعب بسكتبول وفتبول لا. بس بروعة جيم كزا لانه اه انت كشخص تستخدم صوتك نفسك كتير مهم. لازم ما يكون عندك يعني تتعب بنفسك. ما بيعني هالشي لازم يكون نفسك طويل. يعني هدا موضوع اخر بنحكيه بالدورات التعليق الصوتي نفسه اصير نفسنا نفسه طويل. بس انه ما يكون عندك مشاكل انك بتدخن وبتتعب وما بتعمل رياضة وتغري بتحس بالتعب. يعني كمان كتير كتير مهم. اه اه بشو بعمل غير شيء ما يعني عادي بروعة سوبر ماركت اشتغراض وبحاول اطبخ. لا لا يعني شغلات كتير سهلية. لابن وجبن وزيتون. لا لا يعني بالفرن. طيب شو قصة الكورسات 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 انت يعني قبل فترة بتذكر حكينا قبل I think السن الماضي قبل كورونا كنا عم نتحدث عن هيكي طلعت بفكرة انت الكورسات الصوتية. الى موضوع الكورسات وموضوع الفويس اوفر صار يعني كمان هيدا دي بيت بحد زيته. انا يعني متل ما بتعرف يعني اللي الفويس اوفر يمكن عن جد تسعة عشر سنة لا هلأ يعني للسن الماضي لجانيوري الفين وتسعة عفوا الفين وعشرين اللي انا قررت او حسيت فعلا بسترجي او بستاهل اعمل حالي مدرب. او ساعد الناس كيف تشتغل بالفويس اوفر. الموضوع الكورسات بلش قبل الكورونا بصراحة وبلشنا فيه اونلاين. يعني بلشنا فيه عبر زوم اونلاين. اعملت بعض الكورسات لايف واجهن اللي واجهن به دبي. هلأ بعدين قشت الكورونا فكل شي تحول اونلاين. فكان منيح ان احنا اسسنا وبلشنا كورسات. شو يعني كورس الفويس اوفر باختصار ما حتصير بعد يومين او ثلاثة ايام للكورس. انا اول ما ببلش الكورس. اذا انت متوقع هلأ يعني لما نخلص بعد يومين. ان يكون في سعر. بدون يعني يهروا تليفونات عليك ما حتا حيتوصل فيك. مثل مثل بسوق سيارة. انت بتاخد كورسين ثلاثة سواء ما حتترو على الهاي وي وتسوق. ما رح تخوت عرالي يعني اكيد. اكزاكتلي. فهيدا بيساعدك. بيعطيك اول شي بيخليك انت تشوف ازا انت خرج هالمجال انت بتحبه انت مستعد تبلش فيه او ازا انت عندك الامكانيات. فبالكورسيز نحنا بتقسم الكورس على يومين او ثلاثة ايام او اربعة ايام. بكون جزء منه فوكاليز ونفس وتحكم بطبقات الصوت. وجزء منه اداء. اهم شي انا بركز عليه بالفويس اوذر هو كيف نتعامل مع النص. نحنا من بيع نص. كيف سيلزمان ببيع سيارة ولا تياب. نحنا البرودكت تبعنا نص. ازا انا مش فهمين ما بعرف كيف اتعامل مع النص انا بفشل. شو يعني اتعامل مع النص? اني انا افهم النص. افهم كلمات النص. افهم كيف بدي اقطع النص. كيف بدي بلش هالجملة. كيف بدي خلص هالجملة. وين بدي اتنفس? اه شو طبقة الصوت? اه. مين عم لمين عم بحكي? عم بحكي لامرأة? لرجل? شو عمره? شو شو خلفيته? يعني اللي ببيع مرسيدس غير اللي ببيع كيا. والبيبيع لامبرجيني غير اللي ببيع مرسيدس. طريق كل شي يختلف للشخص يحسك. ومع انه لا هيدا ولا هيدا ولا هيدا بيشتري واحدة منهم. يعني ولا واحد منهم عنده لا لامبرجيني ولا مرسيدس ولا كيا. اللي ببيع فيلا عشرة بدرهم بعشرة مليون دولار ممكن يكون عايش شارينج يعني. مين من مين ما خاصة دي مين. بس لحظتها بده يعطي الثقة انه هايدي هي القصة كلها. بس ونحنا بالكورسز منحاول نعلم الناس كيف تفكر. لانه او الازاعة او تلفزيون انت هلا قبل ما تقدم اي حلقة او اي موضوع تاخد قرارات. صح? مين بالمين. وانت عارف شو بدك. يعني انت ما بتفتح المايك او الكاميرا وتبلش تحكي. الناس هيك بتفكر عفكرة. اه. اه. فانا مع انك بتبين انك انت راندوم ناس تبعتي بيتفاجأوا الناس لما بيشوفوا انه عن جد انا حضر اسئلة. وعامل وكاتب كتابة. شو الشغلات التي يجب ان اتطرق اليها. طريقة اسلوب طرحي. هيدا هو التحضير. هيدا الهومورك. هو عشوائي. لا مشي شخصي عاملو. فانا دايما اللي بقولوا انه نحنا بالفويس اوفر حتى لو انا عبسجل ثلاث جمل ولا خمس جمل. انا لما سير ورا المايكروفون ما باخد قرارات. القرارات بخدها قبل. شو يعني القرارات. وين وقف? كيف الفز? كيف حرك? كيف قطع? يعني انا اخد اه قرارات. بس وقف هيدا تسجيل لا كامله. اذا انا اخدت اه قرارات وقت التسجيل. اه اوكي كلا. اذا انا اخد قرارات وقت التسجيل. هيدا راح يترجم عند المستمع تردد وعدم ثقة. اذا انا عب فكر شو اعمل انا ما فكر شو اعمل انا بس بقدي. متل اللي عم بسوق سيارة اذا بياخد قرارات ما عارف هاي الاشارة بخفف ولا بكمل. لحظة التردد فات بالحيط او فات بحد احده. صح ولا لا? مية بالمية. مية بالمية. انت انت في ساحة المحركة في ساحة في ساحة المعركة انت تؤدي ما تمرنت عليه. صح. ما انك مطلوب منك انك تفكر. مايكل فيليبس سألوا انه كيف حصلت على الزليار ميدالية اولمبية. بيالك لانه انا 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 تنافست على الاولمبيات لحالي انا ومدربي قبل عشر سنوات وخلال عشر سنوات. انا في ساحة في مسبح الاولمبيات انا عم بعمل نفس اللي عملته مبارح. صح. انا عم بتمرن. وبس. صح. صح. هيدا كتير 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 مهم. وانا كمان كتير بقوله للاشخاص المبتدئين بالفويس اوفرز. انه اه النصوص اللي متمرن عليها بعمرك ما حتعيدها. بس بتعيد هو الظرف يلي انت فيه. انك انت متطر تسجل بسرعة. متطر تتعامل مع متطر ترد. اذا قال لك لون. شي يعني لون يعني. كيف بدي انا اعرف عيد هالجملة بخمس طرق مختلفة. كيف? فهي طريق التفكير. وبنرجع لمثل السيارة. البسوء بسوء على اي طريق. يعني انت اذا هلأ نعاك نفس السيارة وسقت على بالجميرة ولا بديرة ولا بجبل علي. البسوء بسوء لانه بيعرف قواعد السيارة وبيعرف سيارته. صح ولا لا? الف المية. بس اللي بدو ينتبه للطريق. فانت بتنتبه للنص. كل بساطة. بس مش انه. ولو انت هلأ جابو لك سيارة تانية ما حدا بيدورها وبيمشي. شو بتعمل اول ما تطلع بالسيارة. بتشوف وين كبست كزا وين كبست كزا بتزبط المرأي بتزبط الكرسي. ما هيدا نفس الشي. هيدا تحضير. ما حدا بزتوب السيارة بيدعس ببنزين وبيمشي. مستحيل. كل الموضوع هو في الاستعداد. وتركيز. وتعرف القواعد. تعرف كل شغلة فيه الى قواعد. يعني انا اللي بيقصفني حسان انه في ناس ما بدو يتعلم لغة. وبدو يصير موزيع وبدو يصير الفويس اوفر. يا خيه كيف? كيف? انت فيك تكون رسام ازا ما بتاع في فرق بين الاحمر والاورنج والبينك? كيف? وليه مستعد تروح تتعلم فرنسي واسباني? وهاللغة العربية مستهتر فيها? ليش? وانا بقولها بصراحة ازا ما بد منك مستعد ما تتعلم ما تفوت على هالمجال. حاج نضحك على بعض. انا بدي مين يحركلي? والله. يعني الطباخ بجيب واحد يدق له? بقلي ازا هاي ملح ولا سكر? وانا بعدين بحركها. بركي بركي الزبون او العميل او هيدا غير النص انت وبالستوديو. لا 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 ما تغيروا النص انا ما بعرف غير. في في امور. ونفس الوقت ما فينا نتجهل. في الناس كتير اخدين موضوع جدي وبيتعبوا وبيتعلموا وبيتطوروا. والموضوع الاسهل من هيك انه صارت الامور سهلة يا عمي كله موجود على اليوتيوب لانك مستعد مضطر تشتري كتاب ولا تروح على مكتب تفتش. فوت على اليوتيوب شوف شو الفرق بين الفتحة والضمي والكسرب. بجمعة بتتعلم بجمعة. بس الله سامح اسازة اللغة كلهم كلهم نكرههم كلهم يبدو. سؤال سؤال فني سريع. اذا اذا ارادت ان يكون هيك معلق صوتي. بالعامية يا اخي. ضروري اتعلم معربي? ضروري اتمكن من مخارج حروفي? ضروري ااخد من اولا الى اخرها? لا مخارج حروفك لازم. ليش? لانه المايكروفون فضيحة. المايكروفون يا بياني. المايكروفون بعلق لما زوم يعلق. مايكروفون بعلق لما زوم يعلق. يلا سريع سريع. يلا سريع سريع end meeting new meeting المايكروفون هو أداة لتضخيم الصوت هذه وجهة نظري خاصة ما أعرف نسيم شو رح يقول هلأ المايكروفون هو أداة لتضخيم الصوت وعند تضخيم الفضيحة zoom link four فإذا كبرنا المشكلة هتصير مصيبة وهذا الشيء اللي ما بدك ياه فإذا لم تتمكن من اللي عم تقوله أو بالطريقة التي تريد أو صاحب النص يريد أو اللي حاكمه عليك برنامجك يريد new link link إذا ما تمكنت منها أنت انت انفضحت جميل جميل الحديث مع نسيم دائما هيك بيعملك جميل جدا لكل معلوماتك ويثري ويغني حصيلتك في عالم الإذاعة والتعليق الصوتي بشكل كبير جدا 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 لأنه دائما he's on top of things والكورسات اللي عم بيعطيها على 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 زوم على العديد من الأشخاص عم بيستفادوا مننا شباب وبناتوا من كل أرجاء الكوكب يعني اللي بدو يتعرف على التفاصيل اللينكات موجودة تحت رح حط لكم حسابه على الانستجرام نسيم رمضان اللي هي الحساب تبع الدورات التدريبية للتعليق الصوتي في عندهم دورة جديدة في التعليق الصوتي عن بعد رح تكون بتاريخ ستاش وسبعتاش وثمنتاش عشرة من الساعة ستة إلى الساعة التسعة بتوقيت مكة المكرمة ثلاث ساعات مع نسيم رمضان وطوني البايع ادم ايت هاي دخلنا سيم على الدورة على عفونا على الدورة دخل على زوم والله ينا بنسوم كلاب 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 ايوا بعد شكله زوم رح حاعد اشتغل انا بالبرودكشن تبع الصوت لبعد بكرة والله يعني اعطيك العافية جادك لكن انت عم بحكي عن الدورة دورة التعليق الصوتي عن بعد اللي انت عملت على الانستجرام اكاونت تبع مركز صناع المحتوى للتدريب انت ومع توني بتاريخ ستاش وسبعتاش وثمانتاش بس بين الساعة ستة المساء والساعة تسعة المساء بتوقيت مكة هذه الدورة المقبلة نحن تقريبا كل اسبوعين ثلاثة في دورة فهذه الدورة المقبلة هي تلاتة ايام انا وطوني البايع طبعا طوني زي عم يعملوا لجوجل مشهور بتدريب نجم مغنيين على طبقة الصوت والغنى وكذا مع انه في شغلة كتير مهمة انه ما يحتاجه المعلق الصوتي من فوكاليز او طبقات صوت مش متل ما يحتاجه المغني بس لازم يعرف شو يعني القرار شو اكتر شي ممكن ينزل شو اعلى شي ممكن ينزل وكيف انه انا اتحكم بصوتي المشكلة اللي عم بتصير حسان انه يتم الترويج انه اذا انت عندك قرار انا صوتي رفيع كل نص بدو صوت في نصوص حتى ما بده اصوات فضيعة في شخصيات بدوكيمنتريز ما بده اصوات خامات صوت خارقة مش ضروري اذا انا صوتي حلو ان انا ضمان اذا انا صوتي حلو ان انا ما فيني يشتغل كل عمل بدو صوت متل كل شخصية بالفيلم بده ما في فيلم كل ممثلين اللي فيه ملكاتش وملكين جمال يعني يعني ما في حدا من الاشخاص اللي موجودين عم بيسمعونا حاليا وعندو حلم ان يكون صوت لشي منتج او صوت لشي brand وينما كانت تكون بيلك صوتي ما بيلبقى ما فيش اسمه صوتي ما بيلبقى ليك يمكن صوتك ما بيلبقى لهالمنتج او لهال لهال brand يعني مثلا انا في كتير brand ما فيني انا قصدي صوتي ما بيلبقى للمصلحة كاملة لا ما في صوت ما بيلبقى للمصلحة كاملة ما في صوت مستحيل حسب الاعمل انا في brand ما بدا عمر او نوع صوت غير صوتي شبابي light هيكي خفيف يعني حسب انت لازم تعرف شو بيلبقى لك صوتك رفيع وتروح تعمل لي خواطر محبك ولكن وريد يعني يعرف شو اللي بيزبط او بحدي صوت رفيع جدا بدي تعمل يعني مش مهم مهم انت شو اللي بيلبقى لك وانت شو بتزبط هيدا هو الاهم لانه باختصار الاداء اهم من الصوت نفس الموزيع او نفس الويس اوفر بيكون هو نفس الصوت بيكون جيد باداء بنص وتعيس بنص هو الصوت نفسه يخي ممثل بتلاقي نفس الممثل يبدع بفيلم ويفشل بفيلم صح ولا لا يبالمية فيعني ما ضروري اذا انا صوتي حلو انا خلص هيدا كارت بلونش من المسلمات الفرنسي اكزاك اذا انا شكلي حلو لازم انا اصبط لا حسب انت شو بتنقي ومع مين تشتغل وكل شي يعني it's a group it's a group job جميل جدا برو بما انه المرحلة العمرية او target audience نايت البودكاست هذا من 16 لغاية 25 واللي هي المرحلة العمرية اللي بيكون في الغالب 3-4 عم نتخبط او عم نحاول نكتشف حالنا وفي كتير اسئلة بالتدور في خواطرنا وفي دواخلنا وهذه الاسئلة في الغالب منعيش دور الضحية ودور انه ما حدا عم بيفهمني وما حدا قادر يستوعب انا شو عم بحس وشغلات مثلك كلها اتنا مرأنا فيها وعلى مر التاريخ اه ازا ازا فيه قالت زمن ونسيم رمضان اللي عمره 16 سنة اكتشفها وكبس هالزر وفجأة صار عم بيسمع البودكاست طبع حسان حلقة نسيم رمضان بسنة العشرين عشرين عشرين وعشرين شو ده تقول له لعنسيم رمضان عبو 16 سنة والله بتعرف شغلي اه يعني انا يعني متل ما قلت لك من انا وعن جد عمري قبل 16 سنة وانا عمري اه 13 14 سنة انا بدي يكون موزيع يعني اني يعني ما بعرف اذا بتزبط علي تجربة يعني انا ما اخد قرارات يعني انا ما تعزبت وما مش انه ما تعزبت يعني ما تعزبت بالقرار خلص انه متلقت لك فيه امور تسهلت ومشيت الطريق اه وصارت هيك فانا يعني انا عب حضر حالي يعني انا من انا وهذاك العمر بدرس قواعد وانا من هذاك العمر بسمع معلقين ومن هذاك العمر بسجل وهذاك العمر بحلم واسمع الراديو وحتى بكتب كي ببلشو كي بخلصو سو انا اي واس بريبيرنج مايسلف من انا وعمر صغير بس انا اللي بقوله للاشخاص يلي بعضهم ما عارفين مش غلط اه اتجرب ومش غلط تفشل بس الغلط انك ما تبلش الغلط تنطر لانه اذا انت بتنطر في ناس بلشت ووصلت وهلأ الكمبيتشن فضيع اذا كان الكمبيتشن قبل بدنا نروح نبعد سي في ونروح نبعد سي دي ونوقف ع باب الازاعة سمعوني عمولوا تست هلأ الشاطر واللي عنده قدراته اللي ما بيوصل بيكون هو التأثير منه هلأ كتير سهل توصل بتعمل تاج وبتبعث بالايميل و very easy توصل حالك بس يلي يعني بدايقك الكسل في نوع من الكسل انا بحسه يعني انا وقات في ناس بيجوا بيقولولي هل ممكن يعني انا بحط اعلان مثلا او شي مسجلوا بصوتي على الانستجرام بيقولولي هل ممكن ان تكتبوا النص ولك اسمعوا اكتبوا يعني بدك اكتب لك النص كمان تخيل لأي درجة انا متفاجئ يعني شو بدك اكتر يعني سجل لك ايه وبعت لك ايه مثلا استاذ من اين نجد النصوص ولك كل العالم عنده نصوص على اليوتيوب في نصوص فوت اكتب اي اعلان اكتب نص وتمرن عليه قد ما صارت الامور سهلي صارت الامور بنفس الوقت في استهتار فانا بحب اقول للجميع ومش انه نصي ابدأ وخوض الموضوع بشكل جدي وعمول اعمول بلان يعني عمول انت تارجت انه انا بهالشهر اشتغلت هالأد شهر الجاي لازم انا طور حالي لازم هون قطع لتسجيل حسان ما في مشكلة انا البيس تبعي رح يكون الزوم ريكوردين بيني وبينك اوكي سو يعني كتير مهم انه الشخص هو يقيس تطوره ويكون عنده خطة عمل وبصراحة كمان الشخص يكون عنده دائما بلان اي وبلان بي ما يععد يقول انا بدي انطر لصير موزيع بهالمحطة يعني لانه في مليون واحد كمان بدون نصيروا موزعين بهالمحطة او بهالمكان فانت عمول اللي عليك اذا فيك تاخد دورات كورسات كتير منيح اذا ما فيك في كتير دروس مجانية على الانترنت في مواقع مثل يوديمي مثل غيرة فيها دروس بخمسين وبعشرين وبثلاثين دولار يعني منه هالمبالغ اللي الواحد بتوقع بدي يحط start don't wait if you wait no one else will wait everyone has already يلا مشي مشي بالطريق ونرجع للفكرة كون جاهز كون انك انت مش جاهز يعني يعني تيسير خليني اسميها يعني نسيم اذا بتعرف عليه بالالفين وبالالفين وخمسة وبالالفين وعشرين وبالالفين وخمسة وعشرين عارفان شو بده الهدف دائما واضح ممكن بقلك يعني شكرا بالعكس هالشي كتير بمنبسط لما اسمعه يعني انا عارف انا شو بدي بس فيه ناس كمان بتعرف شو بدي حسان بس ما بتوصل يعني ما بتقدر يعني فيه امور بتصير بحياته خارجي عن ارادته خنكون صريحين فيه ناس بتمر بزرور نفسية كتير امور فيه ناس يعني ما بتزبط ما بيعني انك انت سيء بيعني انك حاول next time او يعني اعمول الشي اللي انت كمان بتحبه بس ما يكون كتير بعيد عنك اصحب شي انا برأيي حسان انه الشخص يشتغل بشي بيكرهه هيدا سجن ابدي سجن حياتي كيف انت كل يوم بدك تفتح عيونك وتعمل شي ما بتحبه اوقات بتضطر بس اذا عندك القدرة وعندك الفاسيليتيز don't let it go يعني يعني ما تستسلم اذا ما ضبطت من اول مرة ومن تاني مرة انا انت بتعرفني من 2002 2001 انا لو قدمت على المكان اللي انا فيه قدمت اربع مرات انا فشلت ثلاث مرات بتذكر لوصلت للمكان اللي انا فيه مش يعني انه انا مش جيد لا انا ما كنت جاهز انا ما كنت فاهم شو بدهم وبتذكر اخذت دورات اكسترا بالاذاء بالتلفز بالتقديم التلفزيوني بكم شي انا كنت استأجر استوديو ادفع عشرة تلاف درهم كرميل اعمل كاميرا تست وخليه عندي لا ابعثوا لحد مع انه ما استفدت منهم بالشي يعني بس انه مش مهم المهم انك انت تكون بينك وبين نفسك عندك بيس يعني انت عارف عملت اللي عليك وهلأ يا جماعة الامور اسهل عالسوشال ميديا اسهل ما في حدا ما عنده كاميرا بموبايله ما في حدا ما عنده مايكروفون بموبايله حاجة تقوله انه انا ما فيه نكون اتمرن انه ما عندي مايكروفون لك ما عندك مايكروفون تبعت خمستمائة واتس اط بنهار ولا لا ابعت لحدا بيقربك وعمل لك دليت وسمحها لك كيف ادائك الموضوع سهل if there's a will there's a way اذا انت بدك you can do it وهلأ الامور اسهل من قبل كنا نروح نقعد تسع ساعات بالريسبشن لا يسمعوا لنا اداءنا هلأ بالايميل بتعمل تاج ما في حدا بيسمع good talent وبيقول ما بدي تاني شي في شي كتير 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 مهم كمان حكيت عنه بالدورة it is how you present yourself يعني ما فيك انت يكون ايميلك the lovely bird at gmail.com وتبعت cv لحدا مثلا صح underscore 22 لو سمعت مثلا the little princess of sunshine انه يعني كمان it's how you sell yourself لازم تكون professional كيف تسيّف الفايل تبعك كيف تكتب اسمك كيف شخص يرجع لك يمكن هلأ ما يطلبك بس يمكن بعد شهر شهرين ولك ايه في واحد مرة وصلنا صوت حلوين وهيدا there's no way to contact you ما انك انت عبد الحليم او اكس بلحظة بيجيبه رقمك فلازم الشخص يكون منظم لازم الشخص يكون يعرف how to present himself نسيم الحديث معك شيق جدا 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 يعني yeah i have to go to london yeah and you have to come to abo thabi خلينا عزوم عزوم سؤال واسع الافق ولك حرية ان تأخذ هذا السؤال بأي اتجاه انت تريد شو رأيك من اللي عم بصير بالكوكب العرض الآن بالعالم والله هلأ مع كورونا الوضع كتير كتير تعيس يعني ما في حدا مش متأثر او منظر هلا اكيد في ناس كانت زكية واستفادت خصوصا اللي بيعوا جل وماسكس بالأول كتير عملوا مصاري بس ازوم عصعيد الشغل اكزاكلي عصعيد الشغل البروفيشنال ما في حدا منظر فان شاء الله الامور يعني بتصير اسهل بتصير احسن قريبا لانه اصعب شي صير شي الانت مش متوقع وبعتقد الشك اللي صار انه no one was ready عرفت كيف يعني انا عملت مقابلة حلوة كتير مع اول ام راحت عالفضاء اول رائدة فضاء ام سألت السؤال قلت له شو الفرق بين انه نحنا نعيش بمكان كله جديد علينا وما معودينا يعني ولا مرة عشنا قبل وبين ان احنا هلأ عم نعيش بكوكب اخر قلت لي التحضير الاسترونوت قبل ما يروح عالفضاء بياخد ترينينجس وبيتحضر ما بيتفاجأ بشي بيعرف كيف بده يأكل كيف بده يقضي حاجاته كيف بده يتحرك كل شي كل شي قلت لي ما بيصير شي هناك unexpected وحتى we are ready for it بينما على الارض اللي صار no one was ready لا شرك الطيران was ready لا شغل was ready لا الطب was ready no one was ready so when you are not ready you you won't do it quickly وهيدا الشي بينطبئ علينا على سكيل صغير if we are not ready for a change or for adaptation هيدا الصعوبة وهيدا اللي قلت لك يا بس قلت لي لو voice over بس بده يحكي بالدارج what if something happened واضطررت تحكي بالفصحة تقول أنا ما بعرف القليل يكون عندك البيس يعني علي يكون عندك حتى مش البيس الاستعداد للتعلم be ready to learn جميل سيداتي سادتي boys and girls إذا بدكن تسألوا أستاذي نسيم رمضان أي سؤال مشان البودكاست اللي جاي أو اللي بعده أو اللي بعده لأنه بعدكم رح يطلع معنا على البودكاست ألفين مرة كمان I love this guy فيكن تتواصل معنا من خلال بعتولي الأسئلة على and كلما زادت الأسئلة كلمة بكر أو يعني قرب موعد البودكاست مع نسيم نسوما إذا بدي أطلب منك اترشح لي شخص يخوض معي هذه الرحلة من طرفك مين بترشح لي على هكي on top of your head whoever wherever they are مش عارف خليني فكروا بخبرك أكيد في كتير أشخاص يعني بيستهلوا يحكوا ما حدا خطر ع بالك هل هيك فجأة on the spot هيك ما حدا أتقول يا حرام عن جد لا عشان يعني مش مشكلة I will suggest names حسب أنت شو اللي شو الكاتيجوري اللي بدك بس أكيد نفس الرحلة نفس الرحلة بس خلص I will let you know حبيب قلبي حبيب قلبي طيب في ثلاث طرق لختمتها البرنامج باي سريعة باي بطيئة أو تختم على كيفك ماذا تختار شو رأيك سجلت إعلان من كم يوم كتير 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 كلام وبيزبط لكل شي حكينا هاتلا نشوف شو رأيك لك يا بطيئة بطيئة لما سنحققه لما سنحققه فنحن كلنا مستكشفون وهناك عوالم جديدة لنستكشفها فشو يعني هالشي بلاي ستيشن بابا شو أصول هدول الشماعة عارفاني شو عم يعمله فإن شاء الله يطلع الإعلان سون أحسن ما نكون كشفنا السكريبت قبل ما يطلع لا لازم يكون نطلع مرة فترة علي سمعتوها حصريا على بودكاست حسان and friends أنا كنت كتير مبسوط أني حكيتك نسيم sending you love mad respect always brother thank you so much وأنا أكتر وإن شاء الله ما نكون هيك أزعجنا حدا بأي شي بس هيك just be real the most important thing اللي منزعج مننا يعملنا بلوك حبيبي ما عيننا مشكلة بس هوش يعملولي follow on instagram بعد أن يعملوا بلوك yeah I'm gonna put the links تعيد كل حسابتك على الانستغرام وعلى سموك على التواصل الاجتماعي نسيم رمضان يلغاء